النهاردة الاربع تلابتاشر ديسمبر الفين تلاتة وعشرين مصدر بوزارة الكهرباء المصرية بيقول وسائل الاعلام محلية انه بداية من النهاردة خلاص رجعنا تخفيف الاحمال تاني الكهرباء هترجع تقطع تاني ساعتين في اليوم وهيتوزع الجدول على كل المناطق لانه زي ما انتوا عارفين احنا عندنا ازمة كهرباء وعندنا ازمة تخفيف احمال وارتفاع درجات حرارة الازمة دي توقفت لسبب محدش يعرفه في التلاتة يام اللي فاتوا لان كان عندنا انتخابات رئاسية في مصر يعني حلوا كل الازمات وقالوا ان هم وقفوا انقطاع الكهرباء فجأة معرفش جابوا فلوس ولا صدروا غاز زيادة ولا المحطات اشتغلت لوحدها ولا درجات الحرارة نزلت مش عارف الحقيقة اللي حصل لكن النهاردة المصدر بوزارة الكهرباء بكل بجاحة حقيقة بيعلن ان بعد تلات ايام من انتخابات الرئاسية ما فيش قطع كهرباء هنرجع قطع كهرباء تاني وتخفيف الاحمال تاني اللي النظام المصري بيعمله مع حضرتك كمواطن مصري عيب وما يصحش فكرة انك بتنزل الانتخابات او بينزلك الانتخابات بكارتونة او بمتين جنيه او انت اخترت تنزل الانتخابات فانت بتنزل تشارك عشان الشخص اللي هتنتخبه يخدمك عشان الشخص اللي هتنتخبه يحل مشاكلك عشان الشخص اللي هتديله صوتك ده انت محتاج انه هو يغير حياتك للاحسن لكن فكرة النواب يستغلك عشان يصنع لقطة يقول الشعب المصري العظيم نزل الانتخب نسبة المشاركة فوق ال65% بصراحة ازهلنا العالم الرئيس السيسي يفوز بنسبة فوق ال85% برافو يا جماعة هو ده الشعب المصري هم دور المصريين تمام هم دور المصريين طيب حلت لهم ازمة الكهرباء لا احنا حلنا لهم ازمة الكهرباء 3 ايام عشان ينزلوا كرشوة انتخابية وبعدين رجعنا تاني لازمات الكهرباء ولسه اللي جاي هيكون اصعب هنعوم الجنيه وهنزود الاسعار وهنرفع الدعم وهنعد 6 سنين نقول المواطن المصري استحمل عشان مصر فخامة الرئيس انت انتخابته لازم تستحمل كتفك في كتفه لازم كلنا نقف مع بعض الازمة كبيرة طب حالتك هو جاي حلها ولا جاي يعمل ايه لا احنا بس كنا عايزينك تنزل تنتخبه عشان اللقطة عودة انقطاع الكهرباء مرة تانية وانا اصلا يعني واثق ان الكهرباء كانت لسه بتقطع التلات تيام اللي فاته لكن هم اعلنوا انها تحلت ان يرجعوا بسرعة كده في اليوم اللي بعد نهاية التصويت وقرب اعلان النتيجة يقولوا يا جماعة والله الكهرباء هترجع تقطع تاني بصراحة دي بجاحة انا مشوفت اشفاء ايه بلد في الدنيا ترجمة نانسي قنقر